حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة اليوم نعيش مع النصيحة التاسعة في سلسلة أهم ثلاثين نصيحة للبدء بحفظ القرآن والحقيقة هذه النصائح أيها الأحبة أحببت أن أوصل من خلالها تجربتي مع القرآن العظيم قصتي مع القرآن فكل واحد لديه تجربة سبحان الله وأنا حقيقة ربما بالمصادفة ولا مصادفة في ملك الله سبحانه وتعالى اكتشفت أن هناك طريقة سهلة جدا لحفظ القرآن من خلال الاستماع طريقة غير تقليدية تعتمد على استماع القرآن باستمرار ولكن ليس استماعها شواء أيها الأحبة يعني أنا اليوم كنت مع شخص يختم القرآن كل أسبوع مرة على مدى ثلاثين عاما وعندما جاء ليقرأ آية أخطأ فيها إذن ماذا استفاد من ختم القرآن مئات بل آلاف المرات الحقيقة أيها الأحبة القرآن لم ينزله الله سبحانه وتعالى لنقرأه كالببغاء لا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته ينبغي علينا أن نتدبر الطريقة التي وجدتها حقيقة طريقة رائعة أن تقوم بالاستماع لصورة محددة أنت تحبها ليس من الضروري أن تقوم بترتيب عمليات الحفظ أنت الصورة التي تحبها تضعها على موبايل على الفلاشة على الكمبيوتر أي وسيلة إلكترونية متاحة أمامك وتكرر الاستماع إليها أثناء النوم في النهر مع الطعام وأنت في السيارة في كل الظروف يمكن أن تكرر الاستماع لصورة معينة مثال على ذلك إنسان يحب صورة ياسين صورة ياسين كحد أقصى ربع ساعة مدتها كحد أقصى يعني تصور أنت إذا نمت سبع ساعات كم مرة تكون قد استمعت لهذه الصورة إذا شغلت هذه الصورة وتركتها تتكرر بمشغل موبايل مثلا وأنت نائم ولكن أبعد موبايل عنك بحدود مترين لتتجنب الضرر الناتج عن الموجات الكهراطيسية سبعة في أربعة كل ساعة تسمعها أربع مرات قلنا سورة ياسين ربع ساعة تقريبا كمصحف ورتل ربع ساعة إذا استمعت إليها سبع ساعات يعني بمعدل كل ساعة أربع مرات يعني تكون قد استمعت إليها 28 مرة على مدى عشرة أيام تكون قد استمعت إليها 28 ضرب عشرة 280 مرة تصور هذا العدد الكبير دماغك هنا كل يوم يقوم بتخزين المعلومات كل يوم يخزن ويعالج ويخزن تجد أن برمجة دماغك اختلفت حياتك اختلفت أو أنت لا تشعر اليوم أيها الأحبة سنتأمل معكم كيف تستثمر نظام الصيام فترة الصيام كيف تستثمرها حاول أن تستغل الفترة التي تكون فيها صائما في حفظ السورة التي كررت سمعها من قبل مئات المرات لأن الصوم يزيد الطاقة الفعالة لديك وتستطيع أن تحفظ القرآن بسهولة الشيء الثاني أيها الأحبة الصيام له طاقة أحبتي في الله الصيام له طاقة الطاقة المتوافرة لديك تؤمن لك الإرادة الكافية وهذا يعني أن شهر رمضان هو أنسب الأوقات للبدء بحفظ القرآن لا تقل هناك صعوبات أنا كبرت الذاكرة ليس لها علاقة بالعمر أيها الأحبة قد يكون عمرك سبعين عاما ومدام خلايا دماغك تعمل أنت تستطيع أن تحفظ قضية سهلة جدا لذلك أيها الأحبة يعني أنا سأختم اليوم بطريقة حفظ الآيات من خلال تجزيء هذه السور إلى نصوص كل سورة سبحان الله هي مقسمة بشكل طبيعي الله قسمها إلى نصوص سنرى ذلك أيها الأحبة أنا هنا لدي سورة البقرة هذا النص يتحدث عن الكفار إن الذين كفروا هذا النص يتحدث عن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا المنافق دائما يحاول أن يخدع ثم هذا النص مثال في المنافقين هو تابع لهذا النص ولكن هذا تستطيع أن تحفظه كما هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير إذن أنا لدي هنا نص نص ثاني نص ثالث نص رابع خطاب للناس يا أيها الناس عبدوا ربكم لعند فلا تجعلوا لله أندد وأنتم تعلمون الآن النص هنا أيضا نص آخر نص فيه تحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا نارا التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إذن أخي الحبيب هذا المصحف موجود على الإنترنت المصحف الملون المقسم لمواضيع لا أعرف اسمه بالضبط ولكن يمكن أن تبحث عنه عن طريق جوجل وتقوم بتحميله والاستفادة منه هذه الطريقة أيها الأحبة مناسبة جدا للحفظ يعني أنا الآن مثلا أريد أن أحفظ هذا النص آياتين فقط يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعلموا نص يتألف من آياتين يمكن أن تحفظه بشكل منفرد ثم تحفظ النص الثاني من آياتين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا آياتين وتصلي ركعتين تقرأ في كل ركعة بالنص الأول ركعة الثانية النص الثاني وتكرر هذا في أوقات الصلاة الظهر العصر المغرب صلاة السنن النوافل قيام الليل إلى آخرين هذا الأمر أيها الأحبة يجعلك أولا تستمتع تتلذذ بهذا الكتاب العظيم يجعلك تشعر بالنجاح أنك أنجزت شيء ويعطيك فرصة أن تتأمل هذه النصوص يعني أنا عندما أقرأ هذا النص يا أيها الناس عبدوا ربكم يذكرنا بنعمه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فاستشعر عظمة عبادة الخالق عز وجل لأنه أمرني بالعبادة وذكرني أنه هو الذي خلقني كيف لا أعبده وهو الخالق سبحانه وتعالى النص الثاني فيه تحدي للبشر جميعا هذا يعطيني طمأنين أنا كمؤمن أن هذا القرآن كلام الله هل رأيتم في التاريخ كاتب أو مؤلف أو عبقر أو شاعر أو فيلسوف يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل كتابه لا يستطيع عبثا لأنه يعلم أن هناك من يتفوق عليه لذلك هذا التحدي لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يدعي بعض الملحدين أنه صنع دينا لنفسه لا يستطيع أن يطلق مثل هذا التحدي لأنه نشأ ضمن ما يسمى بالأرباب البلاغة كانوا في زمانه اللغة العربية كانوا هم أصحاب اللغة يتحداهم بلغتهم وهو ليس بشاعر ولا بمؤلف وهو نبي أمي وينجح هذا التحدي طيلة 1400 سنة هذا يدل على أن هذا التحدي صادر من الله عز وجل وليس من بشر وهذا إثبات يعطيني طمأنينة فعملية الحفظ أيها الأحبة ليست مجرد حفظ العكس أنا أريد أن أحصل على الطمأنينة أريد أن أحصل على استقرار نفسي أزيل الوساوس والشكوك وتصبح ثقة أكبر بهذا الخالق العظيم إن شاء الله في اللقاء القادم نتابع هذه النصائح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظ كتابه الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق شكرا شكرا